السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات بصراحة جربت ترك الخبز 30 يوم طبعا أنا توقفت عن تناول السكر منذ حوالي 8 سنوات لكن تجربة ترك الخبز والامتناع عن تناوله هي فكرة أحببت أن أجربها وأن أعرف تماما نتائجها عمليا تابعوا معي خطوة خطوة وابدأوا من اليوم بخوض هذه التجربة فهي تستحق فعلا ونتائجها لا تصدق عندما بدأت بهذه التجربة بالتأكيد لم أمتنع عن تناول الخبز من أجل أن أتناول بدلا عنه فطائر وماكرونة وكعك وشيبس وسكر فالخبز وهذه الأطعمة جميعها مكونة من كاربوهايدريت يعني سكريات بدأت التجربة ولاحظت في اليوم الأول والثاني أنني بحاجة كبيرة ولولي قطعة صغيرة من الحلوة أو قطعة من الخبز يعني شعرت أنني بحاجة للسكر وأصبت بقليل من الصداع والتعب والوهن لكنني كنت أدرك أن هذه الأعراض مؤقتة وأنها ستزول خلال 3 إلى 4 أيام وهذا ما حدث فعلا مرت الأيام الأربعة الأولى وبدأت أشعر بالنشاط والراحة النفسية والجسدية وارتفاع مستوى الطاقة لدي وأيضا مستوى القدرة على العمل والإنجاز والسر هل تعرف ما هو؟ الوجبات الطعامية خالية من الخبز والسكر كنت بحاجة لنوع من الطعام يعوض عن الخبز كي أتناول الجبنة أو البيض أو السلق، السبانخ، لحم الدجاج، السمك، الزهرة والقرنبيط، الحمص والعادة صغيرة كانت أوراق الخص هي البديل في تلك المرحلة وتلك التجربة لقد تحسنت طاقة في العمل والإنجاز والحركة وأداء التمارين الرياضية بشكل أكبر فعلميا وطبيا تناول الخبز والحلويات والسكر يسبب التعب والميل للنعاس وصعوبة التركيز وهذا سببه انخفاض مستوى السكر في الدم بعد تناول الخبز والسكر لأن البنكرياس تفرز الإنسولين بكميات كبيرة عن تناول الخبز والسكر وهذا ما يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم بشكل كبير وطبعا الأشخاص الذين يتناولون الخبز بكميات كبيرة والسكر والحلويات يعرفون ذلك جيدا فمعظمهم مصاب بمقاومة الإنسولين وبسبب طريقتهم هذه في تناول الخبز والسكر الإنسولين عندهم يرتفع وتفرزه البنكرياس بكميات كبيرة جدا خلال الأيام السابع والتامن والتاسع بدأت أشعر بنوع من زيادة التركيز وتحسن بالذاكرة بأمور عديدة في عملي وفي العيادة وفي قراءاتي وأيضا في تحضيري للمحاضرات ومواضيع الفيديوهات على قناتي وطبعا أنا يوميا أتناول قطعة من الشوكولة السوداء الصغيرة خالية من السكر وأيضا ملعقة من العنب المجفف أو أحيانا خمس حبات تمر بالإضافة لقطعتين من الجوز إن تناول الخبز والسكريات والكربوهايدريت يسبب قلة تركيز وضعف ذاكرة وميل للنسيان وتشوش تفكير أنصح الجميع بعدم الاستمرار بنظام تغذية غني بالسكر والخبز لأنه سيؤدي إلى إصابة مبكرة بمرض الزهايمر في الأيام 10 و11 و12 من تجربتي بدأت أشعر وألمس ما كنت أعرفه طبيا وعلميا بأن تناول الخبز والسكر والكربوهايدريت أو النشويات تسبب الجوع وتفتح الشهية لأن تناولها يرفع الإنسولين بشكل كبير والإنسولين العالي يعترض رمون الشبع ويمنعه من العمل وبالتالي فتناول الخبز يسبب الجوع وفتح الشهية لذلك في هذه المرحلة من تجربتي بدأت أشعر بالشبع يعني وجبتين طعام يوميا إذا عش صباحا وأربع عصرا كانت كافيتين وشعرت معهما بالشبع وعدم الجوع لأنني ممتنع عن السكر وعن الخبز وطبعا استبدلت الخبز بأوراق الخس والسلطات الغنية بالأوراق الخضراء بالإضافة لتناولي للخضار ملفوف بروكلي كريمب زهر أو قرنبيض بذنجان كوسة فاصلياء خضراء وأيضا كنت أركز على تناول الجزر والشواندر أو البنجر يوميا مع السلطة وأذكركم بكلمة أحب استخدامها دائما في الحياة بشكل عام وفي الطعام والتغذية بشكل خاص الاعتدال حتى المفيد يجب أن نعتدل بتناوله لا أن نكثر منه في اليومين 15 و16 بدأت ألاحظ تغيرات إيجابية بشرة وجهي أصبحت أكثر صفاء ونقاء وبدأت حيوية ومشرقة ومجدودة والثنيات التعبيرية القليلة بدأت تختفي إن تناول الخبز والسكر يسبب ارتفاع الإنسولين وغلق مسامات البشرة وظهور حبوب في الوجه وتعب ثنيات وتصبغات في الأيام 19 و20 شعرت بأن بعض الدهون الزائدة عندي اختفت في منطقة البطن حوالي 4 كيلو جرام وحركتي ونشاطي ورياضتي وعضلاتي أفضل وهنا أحب أن أنصح مرضى السكري وخمول الغد الدرقية والكبد الدهني والبداني وارتفاع الكوليسترول بخوض هذه التجربة هي تجربة ستجعلك تخسر حوالي 6 ل 7 كيلو جرام وزن زائد خلال 30 يوم وستشعر بالنشاط والحيوية والطاقة العالية وتحسن البشرة وزيادة التركيز وتحسن الذاكرة وسترتاح من شيء اسمه جوع فالجوع مرتبط دائما بتناولك للخبز والسكريات خلال هذه التجربة سيتحسن لديك مستوى المعادن والفيتامينات في الجسن فتناول الخبز والسكر يسبب نقص في امتصاص المعادن والفيتامينات لذلك تلاحظ أن تناولك للخبز والسكريات بكميات كبيرة يترافق مع مناعة ضعيفة وتعرض دائم للأمراض الفيروسية والبكتيرية وأيضا للمشاكل الفطرية وحتى للإصابات الورمية والسرطانية وأيضا لنقص الكالسيوم والإصابات العظمية ونقص الماجنزيوم وإصابات عضلية وقلبية ووعائية ونقص فيتامين بي وإصابات عصبية وكل الأمراض التي ذكرتها مرتبطة بتناول الخبز والسكر في الحقيقة والحمد لله رب العالمين أنا ليس لدي أي مرض لا حاد ولا مزمن حتى أنني لا أتعرض لالتهاب فيروسي أو نزلة برد يمكن كل ثلاثة أو أربع سنوات مرة وتكون الإصابة خفيفة وبسيطة ولله الحمد أود أن أنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض مناعية ذاتية صدفية، روماتويد، التهاب مفاصل، ذئبة حمامية وغيرها بالامتناع عن الخبز والسكر بالتأكيد ستتحسن الأعراض وحالة المريض بشكل كبير جدا حتى مرضى الكوليسترول العالي ومرضى الضوط تأكدوا أن المشكلة الأساسية عندكم هي تناول الخبز والسكر أعود إلى تجربة لثلاثين يوم دائما عندما تشعر بالجوع تناول الماء وممكن أوراق الخس تناول البروتين وخاصة البيض وتناول الدسم وخاصة زيت الزيتون لا تكثر من تناول الفواكه ثمرة في اليوم كافية وطبعا لا تتناول العصائر ثمرة فاكهة واحدة سكرها كافة ومناسب وأليافها مفيدة ومع تناولك للخضار والأوراق الخضراء وثمرة الفواكه وتناولك للماء وامتناعك عن الخبز والسكر ستشعر أن المشاكل الهضمية التي كنت تعاني منها لم تعد موجودة وقلونك مرتاح ومعيدتك مرتاحة ولا وجود للحرقة والحموضة التي كنت تشكو منها وكان أساس وجودها هو تناولك للسكر والخبز معظم الناس يتناولون الخبز وهو من الأطعم غير الصحية ومعظم أنواع الخبز لذيذة الطعام غالبا لكن أعتقد أننا لو فكرنا بالآثار الصحية السلبية للخبز على أجهزة الجسم لتوقفنا عن تناوله إن رغيف الخبز يحتوي على 8 إلى 12 ملعقة سكر بحسب وزنه والرغيف الصغير بحجم راحة اليد فيه أربع ملاعق سكر صغيرة وهذا يعني أن تناول الخبز يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستوى سكر الدم بصدق الخبز يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم كما ترفعه الحلويات وأحيانا بشكل أسرع وتناول الخبز يجعل من الصعب جدا فقدان الوزن الزائد وأيضا من الصعب الشفاء من الأمراض المزمنة والأمراض المناعية لذلك نجد أن معظم مرضى البدانة ومرضى الغدية الدرقية والسكري ودهون الكبد والكوليسترول والذئب الحمامية والروماتويد والصدفية يخوضون تجربة الامتناع عن الخبز والسكريات والنشويات ويتحسنون بشكل كبير جدا لكنهم يعودون لتناوله مرة أخرى وتعود المشاكل والآلام والأعراض المزعجة مع عودتهم لتناول الخبز والسكر فارتشاح الأمع يسبب في الحقيقة تسرب إلى الدماغ ويمكن قياس ذلك بشكل دقيق من خلال فحوص دموية وهذا الارتشاح يسبب مهاجمة جهازك المناعي لدماغك تصور أن كل ذلك بسبب تناولك للخبز والسكر أود أن أذكر بأن الأطعم الخالي من الجلوتين يجب عدم الإكثار منها فمشكلتها أيضا أنها تسبب ارتشاح أمعاء والسبب هو وجود كمية من السكر المضاف فيها بشكل أكبر لتصبح لذيذة الطعم وحلوة المذاق ومن جرب تناول الأطعم الخالي من الجلوتين يعرف ذلك جيدا ويعرف أن الوزن الزائد لا يمكن أن ينزل والأمراض لا تشفى عند تناول هذه الأطعمة بسبب وجود السكر المضاف فيها عند خوضك لهذه التجربة لمدة 30 يوم تذكر أهمية الرياضة أو المشي نصف ساعة على الأقل يوميا وأهمية النوم سبع ساعات يوميا بين 9 مساء وأربع فجرا أو بين 11 ليلا وستة صباحا وأتذكر أهمية الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي فالتوتر يسبب ارتفاع الكورتيزول عندك وبالتالي ارتفاع الإنسولين وفتح الشهية والجوع والشعور برغبة بتناول الطعام أنا عندما انتهيت من تجربة الامتناء عن تناول الخبز لمدة 30 يوم ولمست التغييرات الإيجابية الكبيرة التي حققتها من خلال تجربتي قررت الاستمرار بالامتناء عن تناول السكر تماما وأنا أصلا ممتنع عنه منذ 8 سنوات أما الخبز فقررت أن أتناول خبز صحي قطعة بحجم راحة اليد مرة واحدة في اليوم وقد تحدثت عن الخبز الصحي في فيديو قدمته بعنوان كيف أختار الخبز الصح تناول هذا الخبز فقط فيديو هام جدا أنصح بمشاهدته كاملا شكرا لكل من يدعم قناتي بمشاهدة كل فيديو من بدايته حتى نهايته وشكرا لكل من يكتب تعليق جميل على الفيديو فهذا يلعب دور أساسي بنجاح قناتي واستمراريتها وشكرا لمن يشاهد فيديوهاتي من أجل الثقافة والفهم والمعرفة ويدعمها بالمشاهدات والإعجاب والتعليقات في كل فيديو وضع التعليق مثبت يوضح الطريقة للتواصل معي من أجل الاستشارة الطبية تابعوني دائما نكونوا بخير بإذن الله كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة